طيب مرة تانية برحب بحضراتكم وخلينا على طول نطير كده على قطر ونروح نشوف ونتابع تمرينة النادي الأهلي اللي ابتدت من دقائق زميلنا كريم أحمد جاهز معنا من هناك وزي ما قلت لحضراتكم ونطمنتكم طبعا على معلول شفنا مبارح شارك في جزء من المباراة مباراة النهائية قدام الجزائر وطمنتكم كمان على عبدالقادر أنه النهاردة زي ما قال دكتور أحمد أبو عبلا هيشارك في ميران الأهلي بشكل طبيعي جدا خلينا نرحب بكريم ونقوله مساء خير كريم مساء خير ياك علي الزميل العزيز طبعا أحمد سمير برحب بيك وبرحب طبعا بكابتن الكبير لكابتن فاتح نصير أهلا بك كريم خليني يتطمن منك من زمان يعني من فترة طويلة ما شفناش لعبة الأهلي كلها متجمعة في تمرين واحد النهاردة آه تاني تمرين صحيح في الدوحة لكن هو أول تمرين بصفوف مكتملة للنادي الأهلي تطمن على الأجواء وتطمن على عودة الدوليين وحالتهم الحقيقة المعنوية قبل البدنية في مشاركتهم في تمرين نهاردة نقول أن الكل كامل لكن هي طبعا الأمر اللي نتمنى إن شاء الله بإذن الله غدا نشوف بقى اللعيبة تحديدا لعيبة منتخبنا الوطني على الملعب وفي خلال التدريبات لأن النهاردة طبعا نتعرف طبعا أداءهم في المباراة أمس النهاردة ريكافر اللاعبين ويمكن نهاردة يوم فري بالنسبة لهم كان عايزة مرة نهاردة جيم عايزة مرة نكله نزل معه خطس تلج النهاردة بيحاولوا طبعا الجالم البدني ده مهم جدا والجانب المعنوي كمان أيضا والجانب النفسي كل الأمور دي جهاز الفني بيشتغل فيها بشكل كبير جدا نابيتسو موسماني وتحديدا بقى للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إسدارة النادي الآلي ورئيس البعثة لقبل طبعا توجهنا مباشرة إلى ملعب التدريب جامعيته جلسة مع العيبة النادي الآلي والجهاز الفني الأحاديث طبعا كلها عن أهمية المباراة جمهور النادي الآلي الحقيقة اللي بإذن الله يمكن يوم الأربعاء يزين الاستاذ طبعا إن شاء الله بإذن الله بكثافة وتشجيع وده اللي كانت الأمر المهم جدا شفنا الحقي كبير من كل مشاجعين طبعا منتخبنا الوطني لكن عندنا أمل كبير إن جمهور النادي الآلي كعدته طبعا يكون سند ودعم كبير جدا لكل اللعبين في هذه المباراة مباراة الرجاء طبعا وفريق الرجاء فريق مميز جدا يمتهز أيضا بعدد كبير من الجمهور اللي يكون مئازر ومدعم أيضا لكن إن شاء الله ثقاتنا كبيرة في اللعيبة وسقاتنا أيضا أكبر في جمهور النادي الآلي الجانب النفسي مهم جدا نشتغل عليه الحقيقة الجهاز الفني بيتسو موسماني اللي استقبل كل اللعب منتخبنا الوط التأكيد طبعا على غلق الصفحة تماما ولا بد تكون رغبة متجددة والدوافع أكبر مع النادي الآلي في مباراة السوبر الأفريقي نهاردة نقدر نقول طبعا التدريب الثاني لفريق النادي الآلي بحضور طبعا بدر بنون الوحيد طبعا اللي شارك لأنه خد راحة أمس الوحيد النهاردة اللي بيشارك في التدريبات علي معلول لسه طبعا إن شاء الله يشارك الغد وكل أيضا اللعبين الدوليين لمتخبنا الوطني سيكونوا متوجدين في تدريب الغد يمكن أول يمكن تدريب فريق النا برا مباراة مصر واحدة دورا لكن نهاردة بقنا نقول خلاص معادة المباراة تمانية مساء بتوقيت الدوحة سبعة مساء بتوقيت القيرة هتستمر التدريبات في هذا التوقيت الجو رائع الحقيقة ومميز جدا في هذا التوقيت يساعد لعاب النادي الآلي بقى أنت عارف لعاب النادي الآلي أما الجاو بيكون مميز والأجواء بيكون مميزة بتطلع كل اللي عندها مع الحمل الكبير طبعا اللي احنا عارفينه أن الجمهور النادي الآلي هيكون بكثافة ويشجع ويقازر وده النقطة المهمة جدا كلنا متحرك في كل خطوة ومشوف الجمهور بنادي السوبر يا أهلي اللي بمتابعا تفضل تفضل أنا عايز أسألك على يعني آخر صورة شايفاها جماهير النادي الأهلي لفرقتها كانت في مباراة سموحة هنا في الدوري وإنت تبعت الحقيقة يمكن حتى المباراة الودية وتبعت التمرين النادي تطمننا كده على الصورة يعني هل شايف أنه اللاعبين بدنيا في مشاركاتهم في التمرين في نفس الحالة اللي ختموا بيها مباراة الدوري ولا فترة التوقف الطويلة دي وانقسام الفريق ما بين دوليين مع منتخب مصر ناس بتشارك مع تونس ناس بتشارك مع المغرب ناس كانت موجودة في القاهرة أثرت شوية على الحالة الجامعية وحالة الفوائن اللي كانت عليها الفرقة في مباراة الدوري الستة اللي لعبناها في بداية الموسم لا يعني قادر أقولك طبعا هو الاستغلال كان جايت جدا الحقيقة بالنسبة البيتس موسيماني والمجموعة اللي كانت متواجدة في القاهرة بمبارتين والديتين طبعا مباراة طلع الجيش واسموحة لا الحالة حالة التركيز متواجدة عند لعبة النادي الأهلي وحالة الإسرار دي ما بنأكد عليها في كل مرة لأن مرحلة مهمة جدا وهذه المباراة مباراة وحيدة ومباراة بطولة فيمكن الأمر ده مهم جدا لعاب المنتخب لاحية فرمة كبيرة جدا فرمة بدنية وذهنية البدلك طبعا متواجد في كرة القدم مع كل اللاعبين لكن بشكل عام تحديدا ولعابة النادي الأهلي قدت أداء أكثر من رائع بالنسبة طبعا لمنتخبنا الوطني الانسجام طبعا مع لعابة النادي الأهلي وأن هم يعودوا من جديد وطبعا متذكروا طبعا الجمل التكتيكية وكل الأمور دي دي مش بعيدة عن لعابة النادي الأهلي عندنا قامات كبيرة وعندنا كبات فريق كبار جدا واللعاب الحقيقة ذهنها حاضر جدا في كل المباراة بيتسو موسيماني كان على تواصل مستمر الهايلايتس على طول اللي بيتابعوا كل لعابة النادي الأهلي بشكل مستمر في الطائرة وفي التدريبات في المطعم في فندو اللقامة كل الأمور دي بيكون مؤشرات إيجابية بشكل كبير جدا زميلي أحمد لأن الكل جاهز والكل مركز مهما كان طبعا الغياب ومهما كان ده متواجد في منتخب تونس المغرب منتخبنا الوطني لكن خلاص الكل اجتمع دلوقتي والكل عنده رغبة كبيرة جدا أن التدريبات تكون فيها جدية وإصرار والتدريب الأول زميلي أحمد بيبقى ليه مؤشر كبير جدا يمكن تدريب الأول بان الحالة وبان التركيز وبان اللعيبة عندها هدف إن شاء الله أنها بإذن الله زي ما أكدنا الفوز هنا في قطر نأكد إن شاء الله الفوز يوم الأربعة لا لا قدر أقول لك إن شاء الله بإذن الله الانسجام يكون موجود واللعيبة تكون رغبتها أكبر لكن اللي أنا بأكد عليه في كل مرة إن إحنا عايزين في كل اللعيبة عايزين نشوف أكرا موشت وقفشة شناوي عمر السلية حمدي فاتحي كل اللعيبة دي محمد شريف كل اللعيبة نشوفها على أرض الواقع لأن المجود كان كبير جدا الجانب البندي مهم جدا الجانب البدني أيضا شغال عليه طبيب النادي الألي أحمد وعبلة أي حد بيشتيك من أي شيء ده يمكن بيكون دور كبير جدا وأيمن أشرف كمان نهاردة أنا عايز أذكر لك أيمن أشرف النهاردة هو الوحيد المتواجد مع فريق النادي الأهلي بيجري حول الملعب واضح لأيمن إن شاء الله يعني مؤشرات وإيجابية كدر يكون مع فريق النادي الأهلي سواء في القائمة أو بالنسبة جدا جدا في التشكيل لكن مش عايزين نجزم هذا الأمر إلا لما نطم بشكل كبير جدا من التقارير الطبية لطبيب النادي الأهلي ورئيس الجهاز أحمد أبو عبل الأمور مطمئنة زميلي أحمد إن شاء الله بإذن الله متفقلين بإذن الله إن شاء الله بإذن الله من الضوحة بك أشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد دي أخبار تبرنت النهاردة من قطر